عندما يقال إن الفساد في العراق عملية ممنهجة تشترك فيها أطراف من رأس الهرم إلى قاعدته فإن ذلك يشير إلى أن رعاة الغزو الأمريكي للعراق والمشرعين لعمليته السياسية غارقون في هذا الفساد أيضا والحديث هنا عن مؤسسات الأمم المتحدة ومبعوثيها في العراق مفاجأة ثقيلة العيار فجرتها صحيفة الڭارديان البريطانية عندما كشفت عن تورط مسؤولين أمميين بصفقات الفساد والسمسرة وتعاطي الرشاوة لتمرير المشاريع والعقود للشركات العاملة في العراق تحقيق ناجرة الصحيفة كشف أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوة لمساعدة رجال الأعمال بالفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار مشيرة إلى أن موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود الصحيفة البريطانية استندت إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من موظفين أمميين ومقاولين عراقيين وغربيين قدموا معلومات تؤكد بأن الأمم المتحدة منذ عام 2003 تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المؤسسات الحكومية في العراق مقاولون عاملون في العراق أكدوا للجارديان أنه لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع ولا يوجد شيء في العراق يمكن الحصول عليه دون دفع لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشتراك الأمم المتحدة برعاية الفساد في العراق يفسر سعي موظفيها في تلميع صورة الأحزاب وقادتها في العراق والتغاضي عن فسادها مقابل تشويه صورة التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجا على الفساد الضاربي في جذور العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر